ارد على شائعها انتشرت بشكل رهيب جدا وهي انه مصطفى شوبر لما نزل يسخن منزلش عواد ومنزلش المهدي سليمان هقولكو بالصورة وحقولكو بالصوت ادي الصورة بتبين مصطفى شوبر محمد عواد المهدي سليمان احنا يا جماعة عندنا حدوتة كده بتحصل على السوشيال ميديا شغالة بطريقة ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة بس هذا امر من الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة ما يكملش اقولك وانتم سكارا كمل الاية للاخر ادي الصورة قدام حضرتك ولكن بالصوت وهنا انا هكون خير شاهد لان بصراحة ومن المرات الوليلة جدا اللي عملتها بعد ما لقيت الخبر المنتشر كده فكلمت مصطفى شوبر مبروك يا حبيبي او المباراة دولية وبالتوفيق وربنا معاك وحاجة يعني جميلة انك تبقى دولي وكنت فخور وفرحا بيه زي اي قبب ابنه طبيعي جدا يعني فسألته قلت له هو اللي بتقال على التسخين ده ايه قال لي ايه اللي بتقال كان لسه طالع من المباراة فقلت له كذا كذا قال لي ده الاتنين كانوا هيلين معايا قلت له ما تقوليش كلام قال لي والله العظيم كانوا هيلين معايا وجدعان وكلام قال لي طبعا اكيد اي حد ما بلعبش انا لما بلعبش بزعل لا بزعل قال لي لكنه في التسخين قبل المباراة بعد المباراة قال لي كانوا اكتر من الرؤعين عواد والمهدي سلمان ده انا بقولك اللي قاله الراجل اللي لعب اللي هو ابني طبعا الناس هتشكك في كل الروايات دي وحتشكك في الصور دي وتحب تمشي ورا الاشاعة انت حر بس انا واجبي ان انا اقولك الحقيقة وانا ما بحبش اقولك حوار داربنيو باللعيب او داربنيو بالمصادفة اذا اللعيب ابني يعني ما بحبش ده مع ان يوم من اسعد ايام حياتي يعني يوم ما لعب مع النادي الاهلي او المباراة الرسمية والنهاردة بلعب مع المنتخب او المباراة الرسمية ايام بالنسبة لي فيها فخر واعتزاز وفرح وكل حاجة جميلة لكن زملاته شاركول فرحة اه كل واحد ما بلعبش بيزعل ده طبيعي جدا لكن لا فيه قلب توشه ولا فيه غضب ولا فيه اي حاجة خالص على الاطلاق يعني ممكن نروح يتكلم المنتخب بل انه كابتن حسين وقف معاه همهما التلاتة اللي هو انتوا التلاتة افضل من بعض واحسن من بعض وانا نفس انتوا التلاتة تلعبوا بس النهاردة مصطفى شوبر الحيلة بقالول ان شاء الله يا كابتن وبالتوفيق وكلنا معاه انتوا عايزين تعملوا مشكلة ليه عايزين انتوا تعملوا مشكلة من لاشيء ليه اشتركوا في القناة